موسيقى رئيس المخابرات المشهد الإسلاموي في النمسا تحت السيطرة وزارة الداخلية النمساوية تكشف عن خطة من خمس نقاط لمكافحة الجريمة عمال الخطوط الجوية النمساوية يضربون عن العمل في عطلة عيد الفصح النمسا والإغنشتين تتبدلان جزءا من حدودهما حزب الشعب النمساوي يرفض تخفيف شروط الحصول على الجنسية وانخفاض أسعار العقارات في النمسا للمرة الأولى منذ سنوات وأخيرا ارتفاع كبير في أعداد مستخدم الدراجات في فين مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم قال رئيس جهاز الأمن الداخلي النمساوي عمر هجاوي بريشنر أنه لا توجد تهديدات ملموسة لهجمات إرهابية حاليا مشيرا إلى وجود ما يصل لعشرين شخصا خطرا في البلاد وأكد بريشنر استعداد الجهاز لتعزيز المراقبة خلال احتفالات عيد الفصح كما أشار إلى تنفيذ العديد من الاعتقالات في العام 2023 منعت بعض الهجمات المخطط لها وفي هذا الصدد صرح وزير الداخلية كارنر أن ساحة رويمان بلاتس في الحي العاشر بفين ستخضع لمراقبة مشددة لحمل الأسلحة وحملات تفتيش مفاجئة وذلك استجابة للأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة أظهرت الإحصاءات الجنائية أن المشتبه بهم في الجرائم يأتون بشكل كبير من الخارج مثل رومانيا وألمانيا وهو ما تؤكده وزارة الداخلية ولذلك قدمت وزارة الداخلية خطة من خمس نقاط تشمل إصلاح شرطة التحقيق لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة تهريب البشر وإنشاء فرقة عمل لمواجهة جرائم الشباب وتكليف شرطة الولايات بوضع خطط لمكافحة جرائم السرقة وتحديد خطوات محددة لمكافحة جرائم الأجانب والتركيز سيكون على مراقبة الحدود خاصة على القادمين من دول رومانيا وسربيا والمجر وكذلك ألمانيا أكد دانيل ليبا هارت ممثل نقابة فيدا للعمال أن العاملين في الخطوط الجوية النمساوية سوف ينفذون إضرابا يوميا الخميس والجمعة وسيؤدي الإضراب إلى إلغاء أربعمائة رحلة خلال عطلة عيد الفصح مما يؤثر على 52 ألف راكب متسببين بخسائر تقدر بـ 15 مليون يورو وكان العمال قد طالبوا بزيادة كبيرة تفوق نسبة التضخم الحالية بعد أن حققت الشركة أرباحا قياسية العام الماضي فيما قدمت الشركة زيادة تصل إلى 18% للطيارين والطاقم و28% للمساعدين على مدار عامين وقد عرضت الشركة حلولا على الركاب مثل إعادة الحجز أو الإلغاء مجانا اتفقت النمسا والاختنشتين على تعديد الحدود المشتركة بينهما بتبادل أراضي بدلا من المياه بهدف تبسيط الحدود وتحسين الإدارة وأعلنت الدولتان عن اتفاق يتيح تبادل 239 مترا مربعا من الأراضي حيث تحصل النمسا على جزء من الإلغاء تنشتين وتحصل الأخيرة على معظم مساحة بحيرة إيجلز وللتطبيق يتطلب هذا التغيير تعديلات دستورية وقانونية في النمسا مما يسهل التعاون بين البلدين في مجالات مثل أسياحة والتنمية الاقتصادية إضافة لتسهيل المراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية شدد حزب الشعب النمساوي على موقفه بشأن منع الجنسية للأجانب المقيمين مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير صارمة تتماشى مع شعار الحفاظ على الهوية والمواطنة وأوضح كريستيان ستوكر الأمين العام للحزب أن الاندماج والتكيف مع المجتمع أمران أساسيان للحصول على المواطنة حيث رفض الحزب بشدة محاولات التخفيف من القوانين المتعلقة بمنح الجنسية معتبرا أن ذلك يتعارض مع القيم الحزبية في المقابل طلبت الأحزاب المعارضة بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للنمساويين في الخارج أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية أن أسعار العقارات السكنية في النمسا انخفضت بمتوسط 2.6% في عام 2023 بعد سنوات من الارتفاع المستمر وانخفضت أسعار العقارات القائمة بنسبة 3.7% بينما لم تشهد الشقق والمنازل الجديدة انخفاضا كبيرا وشهدت فين وبعض الولايات انخفاضات كبيرة في الأسعار بينما شهدت بعض المناطق ارتفاعا في الأسعار خاصة في الغرب ورغم ذلك انخفضت المبيعات بنسبة 28% مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الشقق الجديدة بنسبة 51.6% والعقارات القائمة بنسبة 20.7% أظهرت بيانات جديدة إزياد استخدام الدراجات في فين حيث بلغ عدد مستخدم الدراجات 11.99 مليون شخص في العام 2023 بزيادة تبلغ 3% عن العام السابق وأشارت مستشارة التنقل في فين ومسؤولة حركة المرور بالدراجات إلى أن هذه الزيادة تعد السادسة على التوالي مع ارتفاع ملحوظ في المنطقة الأولى من فين حيث سجلت أكثر من 1.32 مليون راكب دراجة وتخطط المدينة لإنشاء مصارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد مع زيادة الاستخدام أثناء أشهر الصيف بنسبة 2% وتسجل زيادة بنسبة 12% في يوليو 2023 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة